رؤية طموحة وعمل متواصل للوصول إلى تنمية المكان وصناعة الإنسان وتحفز للطاقات والمواهب كان ملتقى مكة الثقافي نموذجاً لصناعة المحتوى في المبادرات التنموية والعلمية والثقافية تحت عنوان كيف نكون قدوة والذي كان الختام بتتويج أفضل المبادرات التي تعمل على تنمية المنطقة هذا الملتقى شعاره لعامين هو كيف نكون قدوة أصبح حديث الجميع لله الحمد تحركت فيه المدن الرئيسة الثلاث وستعشر محافظة كذلك أنتج هذا العام قرابة الألف ومئتين مبادرة تفاعلت كل الجهات مشكورة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والأفراد في جعل منطقة مكة المكرمة قدوة لقيرها من المناطق في إحداث الحراك الكبير لصناعة الإنسان وتنمية المكان في هذا الحفل الذي يحكي قصة المبادرات لملتقى مكة الثقافي والذي بلغ لهذا العام نحو ألف ومئتين مبادرة أسهمت في تعزيز مهارات المشاركين في جوانب كافة وعملت على نجاح الملتقى في موسمه الثاني وحظيت المبادرات بمشاركة خمس إدارات تعليم ونحو عشر جامعات في الشقين الريادي والابتكاري وأيضا على المستوى الفردي ملتقى مكة الثقافي هو مدرسة للجميع لكل من شارك ولكل من ساهم فيها مدرسة تعليمنا كيف نتفاعل مع بعض جهات وقطاعات حتى أفراد ونحن نخلق من أنفسنا قدوات ويكون المحرك الأول كيف نكون أفضل هذا الحراك الذي تفاعل معه ستة عشر محافظة بمنطقة مكة وعمل على أكثر من ستة عشر ألف فعالية شارك فيها واحد وأربعون ألف متطوع ومتطوعة يعكس الأثر الإيجابي في دعم رؤية المملكة عشرين ثلاثين دعم للحراك المعرفي والثقافي انطلق حفل ختام ملتقامك الثقافي كيف نكون قدوة والذي ضم من خلال كثيرا من المبادرات التي تدعم حراك المنطقة وتنميتها المستدامة عبدالله الخرجي الإخبارية جدة ترجمة نانسي قنقر